نقول بيننا وبينكم السلف بيننا وبينكم الكتب كان أحمد يقول أهل بداع بيننا وبينكم الجنائب نعم أحسن الله إليكم يقول السائل ما معنى الحزبية وما معنى أن فلان عنده حزبية ومنهم الحزبيون وما هي دعوتهم وما هو منهجهم كل ما نخرج من أحزاب الضلال والحزبية ليست لا شروط الله سمى الأمم الماضية أحزاب وسمى كليش لما تجمع وهم معهم أحزاب ما عندهم تنظيم فليس من شرط الحزب أن يقوم بنظمه فإذا نظم هذا الحزب جاد سوءا فتعصب الفكر معين يخالف كتاب الله سنة الرسول والموالاة والمعادة عليه هذا التحزب هذا التحزب ولو لم ينظم تبنى فكرا منحرفا وجمع عليه الأناسا هذا حزب سواء النظم أو ما نظمهم ما دائما من فكر واحد يخالف الكتاب السنة هذا حزب الكفار اللي كان يحال بالرسول ما عندهم هذا التنظيم الموجود الآن ومع ذلك أطلق الله عليهم أحزابا كيف لأنهم تحزبوا بالباطل وحاربوا الحق وجادلوا بالباطل يدخلوا بالحق كذبت ومنوحوا من بعدهم والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة من رسولهم وجادل الباطل القول هو الأحزاب من بعدهم سمهم أحزاب سمهم أحزاب وبرك الله فيك عامل أحزاب تجمعت قريش وغطفان وقريضة وأصناف من القبائل ما هم منظمين هذا التنظيم؟ تجمعوا أصلاف ما هم الله أحزاب وصمعت صورة صورة الأحزاب إيش الأحزاب من الضمين؟ ليس من شرط الحزب أن يقوم من الضمين إذا آمل بشكرة باطلة وخاصة من أجلها وجادل من أجلها هذا حزب هذا حزب فإذا زاد ذلك تنظيما وبرك الله فيك وجند الأموال وإلى آخره طبعا أمعنا في الحزبية وصار من أحزاب الطلال والحيان بالله شكرا